فترة قريبة جدا瓜 كانتها في الاهرامات مفيش بجمالك يا مصر الله يرحمك الله يرحمك و انت بتحب مصر خماحنا نحبك عشان بتحب بلدنا وللي يعب بلدنا انت بنحبه واللي قذر بلدنا انت نقذره وننوقف ونسنده في هزين محنة ونساد honestا في هزين محنة ونسد اهلها في هزين محنة ونوداح جديد منودع اي حدNING كانتها قريبة لينا شارينا بعقلا النهاردة كانت كتبت دا وهي في زيارة المصر كانت جات عملت تقارير من مصر وعملت لقاءات مع عدد المسؤولين من مصر هنا زاعتهم في قناة الجزيرة سنة اللي فاتت زي ما حاكم شايفين ولكن شايفين ما فيش بجمالك يا مصر شوفوا اللي يكتب الكلام دا عن بلدي يبقى احنا لازم نتكلم عنه وندفع عنه ونسنده ونقف معاه هو دا هي دي الروح لانها عارفة عن يقيمة مصر وبالمناسبة انا ما سمعتش في اي مرة الا شرين دايما بتتكلم بهذه الطريقة شرين زي ما بقول لها دايق اه دي مشهد وما كنتش اتمنى اعرض هذا المشهد والله ولكن هي المهنة بتاعتنا ان احنا لازم نشوف ما الذي جرى ايه اللي حصل بنشوف كمان نجاة شزا من محاولة ايضا قنص من احد مجرم الكان الصهيوني قنص اغتال شرين وكاد يغتال شزا ايضا وزميل زميلهم التالت تدخل عشان محاولة انقاذ يشيل شرين من مكان اللي هي عليه علي السمنود زميلها علي السمودي زميلها اللي كان موجود تعال نسمع شهادة اتنين اللي كانوا موجودين شهود عيان علي وانا بقول له حمد الله على السلامة حمد الله على سلامتك ايضا صحفي علي السمودي اللي كان موجود مع عشرين واللي خد كمان رصاصة في ظهرية تعالوا نشوف شهادة ما الذي جرى كيف اغتال هذا الكان الصهيوني شرين ابو عاقل اشتركوا في القناة